لكاس العالم للأندية والحقيقة يمكن مسؤول النادي الأهلي في انتظار بقى الموقف النهائي بالنسبة لاتحاد الأفريقي لكرة القدم وبالنسبة لاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بأزمة تضارب موعيد الخاصة بكاس العالم للأندية مع بطولة أمم أفريقيا الأهلي حالين في انتظار رد رسمي من الفيفا ومن الكاف بعد ما أرسل مسؤول النادي الأهلي خلال الساعات الأخيرة خطبات لكل من اتحاد مصر لكرة القدم متحاد أفريقيا الكورت القدم ومتحاد الدولي الكورت القدم عشان يرفعوا الضرر الواقع على فريق الكورة بسبب طبعا تعرض الموعيد بين بطولة كاس عالم الأندية اللي هتتلعب من 3 إلى 12 وبطولة أمم إفريقيا اللي مفترض أنها تخلص في 6 فبراير وحضراتكم عارفين أنه سواء مع منتخب مصر أو منتخب مالي أو منتخب تونس أو منتخب المغرب الأهلي هو أكتر الفرق اللي بتشارك في كاس عالم الأندية عنده لعبين في القواهم الدولية للمنتخبات دي آه صحيح تشالسي عنده اتنين لعيبة عنده مندي في حارس المرمى وحارس مرمى منتخب سنغال وعنده حكيم زياش لكن لا يقرن العدد أبدا أو الرقم أبدا بالنادي الأهلي والحقيقة إصرار الفيفا تحديدا يا ملهاش معنى تاني حاولت أن أنا ألاقي لها منطق أو سبب مقنع يعني إصرار الفيفا على أنه يحط على الرغم من أنه إنفنتين وكان موجود في اجتماع الجامعية العمومية بتاع الكاف وعارف تماما بالتأكيد موعيد بطولة أمم الأفريقية فكونوا يبقى فيه إصرار بالتحاد الدولي على إقامة البطولة دي في نفس التوقيت أو بالتعارض مع توقيت نهاية البطولة هذا معنى أنه الفيفا بيقول تحديدا لمصر تحديدا لمصر على المصريين إما أنهم يتخلوا عن حقهم وعن حلمهم في التتويج ببطولة أفريقيا ومصر دايما مهما كانت في أضعف حالتها هي بالتأكيد دولة قوية ومرشحة أو بيقولوا النادي الأهلي عليك أنك أنت تتخلى عن حلمك بصفتك بطل أفريقيا وبطل دوري الأبطال الأفريقيا عليك أنك أنت تتخلى عن حلمك في المنافسة على بطولة كسر عامل أندية وأعتقد ده بيمس أو بيضرب مش بيمس ده بيضرب في مقتل الحقيقة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القطر